السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاة حامد وقب من أبدأ هذا الفيديو ما بننسى الدعاء لأهلنا واخواننا المستضعفين أينما كان وبخص بالذكر أهلي واخواني في غزة كان الله في عونهم ورحم شهدائهم ونصرهم على الصهينة يا رب العالمين يا الله أنا من الناس اللي يعشق أجهزة الفولدبل الأجهزة القابلة للطي بالذات مش الفلب الفولد هذا شيء أنا من أيام الزي فولد 2 ضليت عليه لحد ما طلع الثري لحد ما طلع الثور وبس طلع الفايف خلصت من المعاينة حطيت الجهاز على الجنب ومباشرة رجعت شريحتي في الأوبو فايند أن أو الوون بلس أوبن كلاهم نفس الجهاز هذا الشيء بالنسبة لإلي كان تغيير من الثنين للثلاث للأربعة القفزات كانت جدا سلحفائية الزي فولد فايف يعني كان كثير نازل مستوى القفزة الأمر اللي خلاني أحول للأوبو ولكن الآن مع الزي فولد 6 اللي يلي وشبوعين قاعد بستعمله كونت وجهة نظر مختلفة حبتين أمر رح يخلي هاي المعاينة فجأة تأخذ منحنة قد لا تتوقعه اللي يلي وشبوعا بستعمل هذا الجهاز هاي تجربتي الكاملة الإضافة الجديدة إلى عائلة الزي فولد ما بتغير على شكل الجهاز بشكل عملاق فالزي فولد 6 بيحمل نفس لغة التصميم اللي جاء عليها الخمسة والأربعة وإلى درجة كبيرة الثلاث مش هتغيرات العملاقة إلا إنه في تغيرات بسيطة فلما نيزي نطلع على ورق الجهاز صار مليميتر واحد أقصر وثلاث مليميتر أعرض ونصف مليميتر أنحف لأمر اللي صدقا لا رح تحس فيه على أرض الواقع ولا رح تحس فيه على الورق لما تمسك الجهازين جم بعض يا دو بتحس في هذا الكلام لكن شيء عن جد حسيت فيه هو إن وزن الجهاز خف منيح هذا الشيء وزنه بوزن الأس 24 ألترا تقريبا نفس الفئة لكن حصة الأسد بالتغييرات في هذا الجيل كلها عبارة عن لمسات صغيرة فبداية الزوايا كلها جاي حادة أكثر جهاز مش ملفلف كثير زي ما كان عليه الحال في الأجيال اللي قبل الأمر اللي أنا شخصيا معجب فيه برضو من ناحية الألوان فيه عندها كم من تعديل ففي عندك الآن ألوان أجمل شوي صراحة من الجيل اللي قبل لكن هذا كلام ما راح يفرق كثير لأنك تقدر تعدل على لون الجهاز وملمس ظهره كل بساطة بأنك تحط عليه اللي راح ترك له رابط في صندوق الوصف لأي واحد من الأجهزة الرائدة اللي بسمح لك أنك تغير اللون والملمس لكم هائل جدا من الأشياء المتوفرة عندهم اللي بيدعموا كم كبير من الأجهزة الرائدة الرابط في صندوق الوصف على البصمة لا يزال نفس اللي موجود على الجيل اللي قبله زر على الجنب اللي لما تحط كفر على جهازك راح يصير أصعب شوي أنك توصل له واجب التحذير بالإضافة أنه عندك نفس سماعات الاستيريو اللي بيعطوا مستوى صوت ممتاز جدا ما عمري اشتكيت من صوت لا الفولد 1 ولا الفولد 6 كلهم صوتهم ممتاز لكن التغيير اللي عن جد صاير هون هو أنه في عندك IP48 بدل IPX8 على Z Fold5 وارجع لأول جيل ومش لأول جيل ثلاثة كان مقاوم للماء فقط هذا الآن مقاوم للماء والغبار لكن ما راح أقرب بالمرة تجاه الرمل وهذا الجهاز في جيبي لأنه ما بضمن 4 تفرق عن الستة لما تحكي جهاز IP68 غير عن لما تحكي جهاز IP48 مقاوم للماء أمر رهيب ولكن ما راح يتقثير بمقاومة الغبار النص نص ساي وعلى فكرة الجهاز لا يزال متوافق مع الأسبن بالذات نسخة البرو اللي بإمكانها تشتغل إما مع اللوحي أو مع الجوال ولكن هذا الكلام فقط على الشاشة الداخلية بس الشاشة الخارجية ما في تحتها ديجي تايزر أصلاً علشان تتفاعل مع القلم وأصلاً ما في عندك مجال جوة الجهاز إنك تحط قلم القلم يأتي على شكل إكسسوار إضافي الخاص لهذا الجوال اللي هو عبارة عن كفر بتحطه على ظهر الجهاز وبتحسه قلم رخيص شيء بلاستيكي جربته مع الزي فولد اللي قبله وصراحة مباشرة حطيته في جرار ولا يزال موجود فيه من سنة ونص طول ما القلم ليس جزء بنحط داخل الجهاز مثل ما هو الحال على الأس 24 ألترا وكل سلسلة الجالاكسي نوت لا تيجي وتقول لي إنه من مزايا هذا الجهاز إنه بيتفاعل مع القلم هذا كلام فاضي هذا مطلب جماهيري من ثلاث أربع سنوات إلنا بنقول فيه من أول ما خلوا الشاشة الداخلية متوافقة يا جماعة خلوا عرضوا سانتي حطوا القلم جوا خلي القلم شيء ما أنساه في البيت خليه زي تجربة الجالاكسي نوت لأنه هذا هو الشيء اللي عن جد رح يحول التجربة على هذا الجهاز مش بس بقدر أستهلك عليه محتوى كثير بقدرني أكتب عليه كما شيء آخر حصل على تغييرات طفيفة هي الشاشة فمن بره حجم الشاشة كبر شعرة بسيطة صارت 6.3 لأنه أبعاد الجهاز اختلفت فلأنه قصر ملي وعرض 3 ملي هذا الشيء خلى الشاشة من الزاوية للزاوية المقابلة لإلها تصير أكبر بشعرة فحرفيا صارت 6.3 بعد 6.2 العرض لزيادة صراحة حسيته تغيير إيجابي مش بالضبط اللي كنت بديها كنت بديها يصير أعرض كمان كما هو الحال على الجوجل فولد وكما هو الحال على الأوبو فايند أن لكن يعني ولا البلاش تغيير جي شيء آخر ممكن ما بتعرف فيه هو أنه نوع البانيل صارت LTPO OLED اللي بترددها بطلع من 1 إلى 120 بدل ما كان من 40 إلى 120 على الأجيال اللي قبت هذا الأمر برضو ينطبق على الشاشة الداخلية اللي هي برضو LTPO AMOLED ومن 1 إلى 120 زيها زي الخارجية اللي تأتي الآن بنفس حجم اللي قبلها فنعم الأبعاد اختلفت شعرة بسيطة لكن الحجم لا يزال كما هو 7.6 إنش صراحة من ناحية أبعاد الشاشة ما حسيت بفرق جوهري عن الجيل اللي قبله وكنت منتظر أنه نشوف تاندوم OLED تاندوم OLED اللي هي طبقات من الأولد الأمر اللي سامسونج بتصنعه وبتبيعه لشركات ثانية تخيلوا شاشات آنر التاندوم اللي بتوصل الإنارة فيها لـ 5000 و 6000 نتس بصراحة من سامسونج فييجي جهازهم الجديد يحدثوا لـ 2600 نتس 2600 شمعة مش رقم سيء أنا مش قاعد بحكي هاي الشاشة سيئة ولا هاي الشاشة سيئة كلاهم شاشات يعني ما صلى الله مصلي عن نبي حلوين لكن ليسوا الأقوى والأفضل خصوصا بالنسبة للي بتدفعه نقطة رح نجيها بناء لكن ننتقل إلى شيء ما صار عليه تغيير بربع ريال هو الكاميرات فنفس السيستم اللي موجود على الزي فولد خمسة والزي فولد أربعة موجود على الزي فولد ستة ثلاث كاميرات رئيسية 50 ميجا بيكسل مع تثبيت الصورة بصري عدسة ثانية للتكبير البصري بثلاث أضعاف اللي تأتي مع حساس 10 ميجا بيكسل وعدسة ألترا وايد 12 ميجا بيكسل بدون تثبيت بصري هذول الكاميرات هم نفس العدسة بنفس الحساس بنفس الفتحة بنفس علم الألوان اللي كان موجود على الأجهزة اللي قبل اللي هو لازم أوضح ليس شيء سيء في الكاميرات مناح ما بيعطوك نتائج سيئة ما بيعطوك نتائج يعني اقتصادية أو شيء متوسط بيعطوك نتائج حلوة الصور حادة ألوانها منيحة معادشة الجهاز الممتازة وتطبيق الكاميرا في كل المزايا اللي بتقيها الأشياء الغالية إلا إنه لا يزال مش على مستوى الألترا في الجالاكسي S24 ألترا بيملك حساسات أقوى بيملك عدسات أحسن بيملك زوم أعلى بيملك قدرات أكثر من ناحية الدبث الفيلدو من ناحية هاي الأشياء اللي بتميزوا عن هذا الجهاز أمر جدا مزعجني ومخلي الشركات الأخرى تطرح كاميرات بتنافس وبتطحن اللي موجودة على هذا الجهاز لأنها منقولة من الأجهزة الرائدة تاعتها لأنه هذا برضو يعج جهاز رائد فانا ما تطلعلي شيء رائد وتقول لي أنا سامحني اختصرت الشغلة الفلانية منه أمر يزعج جدا كما أنه كاميرات السلفي برضو هي نفسها 10 ميجابيكسل نفس اللي كانت موجودة على الجيل اللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبله تخيل أربع سنوات تنقل نفس العدة وتحطها في الجوال اللي بعد ويا أخي يعني ما شا يجيب ما بدخل المخ ما بعرف ليش لكن شيء وميزة خرافية في أجهزة الفولد بالنسبة لي ما بأستغني عنها صراحة من أول ما تعودت عليها في الفولد 2 هي بكل بساطة قدرتني أعمل هذه الحركة أصور نفسي وأطلع على الشاشة الخارجية اللي بتكون ملفوفة علي لما أكون بتطلع على الجهاز هذا الشيء بيخليني أستعمل صور وفيديو سيلفي وأنا شايف حالي من الشاشة نفسها فأنا بكون بستعمل في الحساس الرئيسي اللي بإمكانه يسجل فيديو في 8K مش بس 4K اللي هو أمر ممكن كثير الناس ما تكثرت ليله ولكن بتقدر أنك تسوي بالإضافة أنك تقدر تحول لألترا وايد وزوم وتعمل أشياء كثيرة صراحة هذا الشيء من مزايا الفولد اللي ما بتلاقيها أي جوال طبيعي بتقدر أنك تلف في الجوال وتصور من رئيسي ولكن ما بتكون شايفهم بتصور إلا على الفول وبالطبع في عنا التحديث الإجباري يصير كل سنة ألا وهو إيش هو أقوى معالج موجود هاي السنة بنحطه في الجوال اللي في هذه الحالة هو السناب دراجون 8 جن 3 المعالج اللي يأتي بثمن أنوية واللي يأتي بمصنعية 4 نانو متر مع الأدرينو 750 جي بي يو هذا الأمر يأتي الآن مع 12 جيجا رام على ثلاث خيارات للساعات التخزينية 256 512 أو 1 تيرابايت وهذا الأمر بينعكس على أداء صراحة إلى درجة كبيرة ممتاز فكتجربة جيمينغ مثله مثل الجيل اللي قبله كل الألعاب بتشتغل بسلاسة والحياة جميلة جدا من ناحية حرارة الجهاز تم تكبير مساحة حجرة التبخير اللي موجودة فوق المعالج مر أو ضعف تقريبا الأمر اللي ما حما هذا الجهاز تجربتي الشخصية لما أشغل وضعية الأداء العلية لما ألعب ألعاب بدها أداء عالي مثل بوب جي وبدي 120 هايزة على الشاشة الكبيرة بحط وضعية البرفورمانس الأمر اللي مباشرة بيخلي الجهاز يبلش يسخن 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 والفريمات تبلش يتهنك لذلك اكتشفت أنه أطفي البرفورمانس مود راح يحد الجهاز من ناحية حرارية وبالتالي بيظل بدرجة حرارة معقولة وبالتالي المعالج بيظله سلس بدون أي مشاكل لكن نعم الجهاز بيحمى الجهاز لما تشغل وضعية البرفورمانس في وضعية خاصة بالمينيو إنك تحط وضعية الأداء المطلق أعطيني أعلى فريمات المضحك في الموضوع إنه هاي الوضعية بتعطيك أقل فريمات لأنها بصير صورة تنتعوك إنك مشغل على أربع فريمات بالثاني تجربة سيئة جدا لذلك مباشرة طفيتها وقلت خليني على الستين راضي مش مشكلة اللي ما بعرف إذا أنا أمر إيجابي ولا لأ إني أحد حالي وأنزل يعني من الفريمات علشان أقدر ألعب بطريقة عادية على جهاز بهذا السعر اللي هي معلومة رح نجيها بآخر الفيديو لأنه حتى البطارية ما فيها تغير البطارية لا تزال 4400 وسرعة الشحن لا تزال 25 واط هذه لحالها أنا بدي بدي ألازم أبروزها وأحطها في مكان في المكتب هاي الجملة هيك الفين واربع وعشرين على جهاز بهذا السعر وشحن سلكي محدود لـ 25 واط إنها لفاجعة والله ما أنا عارف ش أقول نعم تقدر أنك تشحن لاسلكي 15 واط الأمر اللي كثير افتقدته لما استعملت الأوبوفاين لأنه عباقرة في أوبو قرر أنه ما يحطوا شحن لاسلكي في هذا الجوال لكن يعني 25 واط رقم حلزوني حلزوني البطارية وضعها مقبول لا يوجد أي تغيير عن هذا الجهاز بالمرة نعم المعالج جيل جديد لكن سي ما هي الفولد خمسة والست أخوان بعض بالبطارية وقعد أبو ست ساعات من الاستخدام العادي الاستخدام متوسط ما بين تواصل ما بين مكالمات ما بين استخدام للـ 4G وإلى آخرهم من هاي الأمور كلها أنا ما جربتها شبكة 5G لأني عايش في الأردن والأردن 5G فيها بدك تتفعله فما حدث في الأردن أصلاً بدك تتفعله ولكن البطارية مش فرق أضف إلى أنه شيء أنا مذهل فيه صراحة أنه سامسونج لحد اليوم لا تزال مقرر أنه تشي 2 اللي هو معيار الشحن العالمي لكل الشركات قاعدة بتتبنى ما حطوه في جواله تشي 2 اللي منكم ما بيعرف هو أنه الظهر يصير بإمكانك جيب شاحن لاسلكي على شكل بك ومباشرة يكبس في مكان هذا أمر ما بتقدر أنك تحصل عليه مع هذا الجهاز إلا إذا أضفت كيس إلا إذا أضفت زي ما أنتوا شايفين على جهازي الكيس لزق لدرجة كفر هذا كفر U-A-G اللي هو كفر شفاف علشان أقدر أستعرض ضدي برانس كنتاعي وفي نفس الوقت أحمي الجوال اللي بيضيف لك ميزة من خلال إضافة مغناطيسات على ظهر الجهاز على شكل ليش دائرة شي جاي هيكساغون اللي فيه إلو إضافة بتقدر أنك تحصل عليها على شكل علاقة سداسية بإمكانها أنها تقلب كيكستان بإمكانها أنها تقلب علاقة بإمكانها أنها تقلب مسكلة جوال بإمكانك أنك تعملها مليار شغلة واللي مع هذا الجهاز صراحة كانت تجربة خرى فيه لأنه كثير كثير بكون حاطة جوال أمامي على الطاولة بكون حاطة بهذا الشكل بكون ماسك الجوال وبحط أصبعي في الحلقة هاي ولكن بزيحها على الطرف علشان أقدر أمسكه بدون ما أركي أصابعي عليه الأمر اللي على الجوجل فولد حفر لي في إصبعي فهذا كفر من أجمل كفرات اللي جربتها صراحة بالنسبة لي بفضله أكثر من كفر دي بران صراحة اللي نعم يغطي الهنج وهذا لا يغطي المفصل إلا إنه هذا حسيته أحلى أجمل بالاستعمال صراحة والجهاز ما ضخم جدا على فكرة في منه ألوان وفي منه شي بتقدر أنك تخليه على نفس لون الجوال أزرق مع أزرق أغسر رمادي مع رمادي وحركات راح أترك له مرابس في صندوق الواس لكن الأمر اللي راح يخليني أنا كصلاح بعد ما أخلص هاي المعاينة أخلي شريحتي في هذا الجوال وما أرجع للأوبو فايند أن اللي على فكرة خدم سنة معي بكفاءة جهاز هاردوير رائع الشاشة هذه من الشاشات الخرافية كاميرات الجهاز قويين جدا لكن مشكلتي مع الأوبو كانت السوفتوير تعبان 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 لدرجة على سامسونج هذا الكلام حكاية أخرى تماما فأولا عندك أندرويد 14 مع واجهة الوان يو آي 6.1.1 الواجهة اللي جيت عليها كل إضافات الذكاء الاصطناعي وخرابيط الذكاء وما الذكاء والترجم الفورية والترجم الصورية والصوتية وواواواواوا اللي شفناها على S24 لكن كلها ما أكترث لها الأشياء اللي بأكترث لإلها هي أنه الواجهة كاستمايزابل إلى درجة خرافية كل شيء قابل للتعديل كل شيء قابل للتغيير من اللونشر من الألوان من الأيقونات من أماكن كل شيء على الشاشة من الإضافات اللي موجودة مثل قدرة نك تنسخ تطبيقات أشياء مثل المساحة المخزنة ومحفوظة بكلمات سر وباسواردات على جن من خدمات السامسونج باي من خدمات السمارت هوم من أمور الدكس والانتغريشن مع الدكس وقدرة أنك تبث الشاشة على تلفزيون وتخلي شاشة التلفزيون شيء منفصل تماماً عن شاشة جوالك لا قدرات ومميزات الإضافات والاختصارات اللي موجودة على هذا السوفتوير هي تجربة وين وأوبا وين وين وأي شركة صينية وين تكامل ونضوج هذه الواجهة وهذه التجربة يا أخي والله إني كنت كل يوم استعمل هذا الجهاز وما أفتقد هذا الشيء بالجالكسي بس أقول يا رأي بدي هذا الجهاز بس مع السوفتوير سامسون والله العظيم هذا الشيء اللي يعني كنت أفتقده كل يوم باستخدامي للأجهزة الفولد الأخرى سواء أونر سواء أوبا سواء شاومي شو ما كان برغض لبأفتقد سوفتوير سامسون يعني بيئة وإيكو سيستم سامسون وشيء مرتب دعم التهديثات دعم السوفتوير نحكي هون عن خمس سنوات نظام سبع سنوات سيكوريتي سيكوريتي باتشز أمورك راح تضلها طيبة وكل الأشياء الجديدة راح تلاقيها عندك أمر أنا بشهد له لأنه الجالكسي زي فولد اثنين اللي عندي لا يزاله بيحصل لها تحديثات هذا أمر ما بتقدر إنك تحكي الفولد الأوبو فايند أن جاء تحديث بعد أربع شهور من لما استعملته وبعديها بشهرين يجاء كمان تحديث وبعديها كمان شهرين يجاء تحديث بينما أجهزة جالكسي شهر بشهر على طول أمر ما بنحكي عن شيء لكن الأمر اللي لازم ينحكي فيه هو السعر فهذه السنة سامسونق قررت إنها بدل ما تتقدم للأمام ترجع لأورا لأنه سعر زي فولد ستة زاد صار الآن سعره زيادة مئة دينار أردني أو مئة دولار تقريباً عن جيل قبل لأنه صار سعره ألف وتسعمائة دولار أمريكي اللي في الأردن سعره ألف وأربعمائة دينار أردني ألفين دولار بالدول الأخرى طبعاً السعر راح يكون زي ما أنتا شايف على الشاشة هذا رقم كبير جداً ويعدب شيء صراحة نفسي أفهم مين اللي قال أوكي إحنا جاء الوقت الآن لنسترخي ونغلي سعر جهازنا لا تشي شارجينج أو تشي تو موجود في الجهاز لا عرضته الجهاز وحطته القلم جوه لا كبرته البطارية لا زدت سرعة الشحن لا غيرته على الكاميرات لا حطيته حساسات الأس 24 القوية في هذا الجهاز أقول تخواننا الكوتين شكوا شو إيش شو بالنسبة يعني صراحة كير كنت منتظر تحديثات ولكن في نفس الوقت في داخلي أنا عارف أنه الوضع ميئوس منه ليش الوضع ميئوس منه؟ لأنه يا أخوان بكل بساطة سامسونج حاطة إجرى إجرى وقعتين باستنوا وبهاب الجالكسي زي فولد ألترا قادم ثق تماما إنه الزي فولد ألترا موجود في جرار في سامسونج في كوريا لكن الجماعة مستنين أقل من مهلهم ليش نقدم أشياء قوية؟ الناس هيك هيك رح تدفع وبالتالي أنا من منبري هذا بدعوك إلى إنه لو كان معك زي فولد 5 زي فولد 4 يعني حتى زي فولد 3 ما في تاعة تحدث الواحد بيحكي ضمير وي أنا بقول لك بأمانة ثأرى إنه شيء بستاهل اتحدث لكن لو معك زي فولد 2 والله بالذات إنه زي فولد 2 تاعي نفخة بطريته فيمكن تكون هاي لأن فترة مناسبة بعد ثلاث سنوات أو أربعة جيال تحدث لو جاي من أجهزة أخرى بالذات لو شيء مش فولد أنا بقول لك تجربتك رح تكون حلو ربنا الله تجربت السوفتوير تجربت الشاشة الكبيرة شيء مميز شيء حلو وشيء راح تظل شريحتي فيه لأنه نعم أنا معجب بالشاشة تاعة وأبعاد هذا الجهاز إلا إنه تجربتي معه خلتني أشتاق للسامسون وبحكم أني مش دافع ثمنه الشركة أرسلوا لي فمش غلط راح أرجع له لأنه صراحة حياتي معه أسهل من حياتي مع الأوبو بس سلامتكم أنتو ش رايكم بالجهاز هل شايفه مغري ولا لا هل شايف التحديثات محرزة ولا لا وهل ما استعجل أنك تشوف الفولد ألترا يارب أبل يطرح الفولدابل بس علشان ما بدي أشتريه ولا بدي عبره ولا بدي أعمله ريفيو بس علشان بدي أشوف الألترا المخبة على الجانب بتاع سامسون هذا كان كل شيء للفيديو كان معكم صلاح حامل كمانا شكرا